منذ أكثر من ثلاثة أعوام في محافظة البيضاء والمقاومة مستمرة ضد ميليشيات الحوثي في أكثر من جبهة طيلة ثلاث سنوات كانت أكثر المناطق مسرحاً للعمليات القتالية حتى شبهها البعض بالثقب الأسود الذي يلتهم عناصر الميليشيات الانقلابية في مناطق قيفة وذناعم والزاهر والصومعة والوهبية وغيرها من الجبهات لم تتوقف المعارك لتنضم إليها مؤخراً مديرية نعمان وناطع فقد دخلت على خط معارك الجيش الوطني الذي حقق مسنوداً بالمقاومة الشعبية تقدماً كبيراً في المديريتين خلال الساعات الماضية شهدت البيضاء تطورات ميدانية عدة وبحسب مصادر محلية فقد قتل خمسة من عناصر الميليشي وأسر ستة آخرون خلال صد قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً على مواقع المشواف في مديرية ناطع أما في مديرية الزاهر فقد شنت المقاومة هجوماً مباغتاً على موقع ضحوة الذي تتمركز فيه الميليشيات الانقلابية كما شن أفراد المقاومة هجوماً آخر على تجمعات للحثيين في نقطة المختب بمديرية ذي ناعم هذه الهجمات جاءت متزامنة مع هجمات أخرى للمقاومة على مواقع الميليشيا في منطقة المسحر بمديرية الصومعة ومناطق الثعالب وجميدة في مديرية القريشية وفي محاولة لكبح الهجمات المتصاعدة ضدها ردت ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقصف عشوائياً على مناطق وقرى الأجرد والغول والقوعى في مديرية الزاهر كما قصفت الميليشيات قريتي يفعان والدريع الأهلتين بالسكان في مديرية ذي ناعم ولا أنباء عن سقوط ضحايا